الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، عطل تقليم الوقود، الصف الأول، ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام، مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2، على الرغم من أنها عامة، قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتماداً على الصنع، هذا الرمز هو الذي يظهر مع بعض أنواع السيارات أكثر من غيرها، في كتابة هذا المقال، أطفت معلومات خاصة بمرسيدس بنز حيث يبدو أن MB و VW أكثر عرضة لامتلاك سطح P0170 هذا مع رموز خاطئة أو رموز تقليم وقود أخرى، P0170 يعني وجود خلل في التحكم بالكمبيوتر في الهواء، نسبة الوقود، كما يشير أيضاً إلى أن حواف الوقود قد وصلت إلى الحد الأقصى لإضافة الوقود أثناء محاولة تعويض حالة غنية فعلية أو متصورة، عندما تصل حواف الوقود إلى حد التصحيح الغني، تقوم PCM، وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة بتعيين P0170، مما يشير إلى وجود مشكلة أو عطل في حواف الوقود، قد يحتوي أيضاً على P0173 يشير إلى نفس العطل، ولكن في البنك الثاني، قد تشمل أعراض P0170DTC ما يلي، أم أي المصباح مؤشر عطل، بدء تشغيل وإيقاف الاقتصاد السيء للوقود دخان أسود في أنبوب العادم تردد، اختلال في الخمول أو تحت التحميل في خراطيم شحن الهواء التوربيني، إذا كانت مجهزة مستشعر أو اثنان المحتمل أن يكون سيئاً، إذا كانت مرسيدس، قد تتطلب التكيف مع أداة المسح المتوافقة مع M.Bins، تلوث الزيت في موصل M.A.F. أو موصلات مستشعر أو اثنان، تحقق أيضاً من ملفات الإشعال، وأجهزة استشعار الكامات والكرنك، ومستشعر الزيت للتسرب الذي يساهم في اختراق الزيت في تسخير الأسلاك، مستشعر M.A.F. تدفق الهواء الشامل المعيب، خاصة على مرسيدس، بنز وغيرها من السيارات الأوروبية، هناك الكثير من المشاكل مع مستشعرات M.A.F. ما بعد البيع، منظم ضغط الوقود المعطل تسرب الملف اللولبي لضبط عمود الحدبات مرسيدس بنز، ملاحظة، بالنسبة لبعض طرازات مرسيدس بنز، هناك خدمة استدعاء لخرطوم تنفيس علبة المرافق الموجود تحت مشعب السحبي، يجب فحصها للتأكد من عدم وجود تسرب، تشقق، وكذلك تشغيل صمام الفحص في الخرطوم، يجب أن يتدفق صمام الفحص باتجاه واحد فقط، الحلول الممكنة يجب أن يذكر على الفور أن المشكلة الأكثر شيوعاً المرتبطة بهذا الرمز هي مستشعر M.A.F. أو مقياس كتلة الهواء، هذا هو الحال بشكل خاص مع مرسيدس بنز وفوليكس واغن وغيرها من السيارات الأوروبية، في وقت كتابة هذا التقرير، لا ترى هذا الرمز عادة بالسيارات الأمريكية الصنع، وبالحد الأدنى مع السيارات الآسيوية، وبصراحة، ليس لدي أي فكرة عن السبب، يبدو لأن منطق PCM وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة المستخدمة من قبل بعض مصنع السيارات الأوروبيين لتعيين رمز خطأ P0170 أو P0173، ببساطة لا تستخدم من قبل الشركات المصنعة للسيارات الأمريكية، من الشائع أكثر أن نرى رموز P0171، 0174، 0172، 0175 المحددة فيما يتعلق بأعطال تقليم الوقود على السيارات الأمريكية، هناك القليل جيداً من المعلومات حول شروط الإعداد LAMP0170 أو P0173، ولكن ما هي المعلومات المتاحة التي تبدو تقريباً تكراراً لشروط الإعداد P0171، 4، 2 وAMP5، أنا متأكد من أن هناك سبباً لذلك، لكن لا يمكنني أن أجعل أحداً يخبرني ما هذا، قد يكون التشابه بينهما هو سبب عدم ظهور سطح الرمز هذا على المركبات المحلية في كثير من الأحيان، إنه ببساطة غير ضروري، لذلك، ببساطة، إذا كان لديك P0170، لاحظت PCM أن حواف الوقود وصلت إلى حد التصحيح الغني، إنها تضيف في الأساس يقوداً لمحاولة التعويض عن حالة هزيلة، حقيقية أو متصورة، إذا كان لديك هذا الرمز والوصول إلى أداة المسح الضوئي، فراقب قراءة مستشعر M.A.F. بالجرامي، ثانية، ستختلف القراءة باختلاف السيارات، لذا أحصل على مواصفات جيدة، سألتزم بما سيكون طبيعياً لمرسيدس، 1.8 لتر، لأنهم يعانون من معظم المشاكل، نتوقع أن نرى في التباطئ 3.5 إلى 5 جم ثانية، بشكل مثالي، عند 2500 دورة في الدقيقة بدون حمل، يجب أن تتراوح بين 9 و 12 جم ثانية، في اختبار الطريق، في WOT، خنق مفتوح عريض، يجب أن يكون 90 جم ثانية أو أعلى بكثير، إذا لم يكن في المواصفات، فاستبدله، كن حذراً من إي بي M.A.F.S، قلباً ما لا تعمل وفقاً لمواصفات أو إي، إذا قام M.A.F. بالتحقق ولم يكن هناك تسرب للزيت في الموصل، تحقق من ضغط الوقود وتأكد من عدم وجود تسرب في المنظم داخلياً أو خارجياً، تحقق من جميع خراطيم التفريغ وتأكد من عدم تشقق أي منها أو فصله أو فقده، تأكد من عدم وجود تسربات فراغية في حشوات مشعب السحب أو الدموع في خرطوم تزويد الهواء، إذا كان المحرك مشحوناً بالتربو، فتأكد من أن الخراطيم في حالة جيدة وليس بها تسريبات، يمكن أن يسبب تسرب خراطيم الضغط التوربيني حالة غنية، فحص حالة خرطوم تنفيس علبة المرافق تحت مشعب السحب وتشغيل صمام الفحص في الخرطوم، في قسم ما هي الأسباب، إذا لم تظهر أي مشاكل في ضغط الوقود أو M.A.F. أو خراطيم التفريغ، فقم بفحص موصلات مستشعر أو 2 ابحثاً عن تسرب الزيت، قد يتسبب مستشعر أو 2 التالف في P0170 أو P0173، إصلاح سبب تسرب الزيت واستبدال مستشعر أو 2 المزود بزيت.